موسيقى ألم بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية ونستهلها كالعادة بأبرز العنوين موسيقى مفوضية الانتخابات الليبية تستبعد سيف الإسلام القذافي من الترشح للرئاسة وتقبل ترشح خليفة حفتر وعقيلة صالح وعبد الحميد دبيبة موسيقى الكيان الصهيون والمغرب أول مذكرة تفاهم عسكرية مع دولة عربية موسيقى في إثيوبيا القتال يحتدم في جبهتي أمهر وعفر وأديسا بابا تطرد دبلوماسيين إرلنديين موسيقى موسيقى وفي النشرة أيضا نازا تطلق مركبة فضائية بهدف اختبار القدرة على إنقاذ الأرض من الأجسام الخطيرة موسيقى 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 يزكي من المواطنين الليبيين وهؤلاء لن يتحصلوا على الخمسة لفتن إذن من الناحية الفنية الإجرائية لاستبعاد يطابع إجراء إداري أكثر منه طابع قانوني والآن القائمة التي اتمدتها المفوضية في هذه المرحلة فتتحول إلى وتواجه فيها بعض الأسماء الطعون وهنا أتوقع الأسماء التي تتواجه الطعون هم حفكر وعقيلة وقع وزير دفاع المغرب وسلطات الاحتلال الإسرائيلي مذكرة تفاهم أمنية تؤسس لتعاون عسكري بين الجانبين وتعتبر الأولى من نوعها تجمع الكيان بدولة عربية هكذا نزل وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بنيغانت المعروف بجزار غزة بالرباط بهذا تكون المملكة المغربية أول بلد يزوره وزير دفاع للكيان من بين الدول التي ركبت قطار التطبيع ضمن اتفاقات أبراهام في الرباط جر اجتماع مغلق بين الجانبين أعقبه التوقيع على مذكرة تفاهم تؤسس لتعاون العسكري الاستراتيجي الأمني والاستخبارتي وتضع الأسس لصفقات أسلحة مستقبلية بين الطرفين مذكرة التفاهم هذه هي الأولى التي توقعها إسرائيل مع دولة عربية وبهذا يكون المغرب السباق إلى الارتماء في الحضن العسكري الصهيوني علنا بعد سنوات من العناق السري وجدير بالذكر أن عدة تقارير تحدثت عن تأسيس الكيان قاعدة عسكرية شمال المملكة مع منشآت للتنصط والجوسسة فضلا عن برنامج تصنيع الطائرات المسيرة الانتحارية بالمغرب وغيرها من مجالات التعاون العسكري والأمني الهوس المغربي بالارتماء في حضن الصهيونية بالتطبيع الشامل يطرح سؤالا في ذهن المتابع البسيط عن الفصام في شخصية المملكة تجاه القضية الفلسطينية وملكها يترأس مثلا لجنة القدس التي تأسست لحماية المدينة من التهويد وتمصي هويتها الإسلامية أبلغت إثيوبيا أربعة دبلوماسيين إيرلنديين يعملون في سفرة بلادهم بأديسا بابا بوجوب مغادرة البلاد بحلول أسبوع مقبل وذلك على خلفية مواقف إيرلندا من الصراع الدائر في إثيوبيا في حين تتواصل المعارك بين الجيش الإثيوبي بقيادة أبي أحمد ومتمرد تيغراي أبي أحمد ينقل رئاسة الوزراء لنائبه وزير الخارجية ديميكي ميكونين الذي سيتولى إدارة الحكومة بعد توجهه لقيادة جيشه في جبهات القتال ضد متمرد جبهة تحرير تيغراي وحلفائه من الفصائل الأخرى التي أصبحت تشكل تهديدا كبيرا خاصة أمام التقارير التي تشير إلى تقدمها أكثر نحو أديسا بابا عبر استراتيجية الاستحواذ على الطرق الرئيسية باتجاه جيبوتي وعزل أبي أحمد عن المنافذ الحيوية لدول الجوار تحالف قوى تيغراي نشر بالموازات في فيديو قال فيه إنه أصر أحد عشر ألف جندي من الجيش الحكومي في مشهد يوحي بالترويج لسيطرته على الأرض ومحاولة إبطال ما يعتبره دعاية أديسا بابا في تحكمها بالأوضاع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فليتمان عبر عن قلقه من فشل مساعي دفع جميع أطراف الصراع إلى مفاوضات وقف إطلاق النار بسبب التصعيد العسكرية مشيرا أن اعتقاد كل طرف أنه على وشك تحقيق نصر ميداني زاد من التعقيد فيما استمرت الدول في دعوة رعاياها بالمسارعة في مغادرة البلد على غرار إيطاليا، تركيا، فرنسا وأمريكا التي وضعت ثلاث سفن حربية جاهزة في حال ما احتاجت الصفارة الأمريكية أي مساعدة وتحتدم المعارك حاليا بين القوات الإثيوبية وجبهة تيغراي والمتحالفين معها في مدن لا تبعد إلا بمائتين وثمانية عشر كيلومترا شمال العاصمة الإثيوبية في الوقت الذي تفرض القوات الحكومية حصارا على الإقليم وحديث عن معاناة أربعمائة ألف نسمة من المجاعة داخله وجدت المباحثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بإبرام سلسلة من الاتفاقيات التونائية بين تركيا والإمارات اتفاقيات اقتصادية ترمي لحلحلة العلاقات السياسية والديبلوماسية بعد سنوات من الأزمة بين البلدين ما تحمله الزيارة من دلالات وما تم توقعه من اتفاقيات يصب في خانة واحدة عنوانه المصلحة وفقط أنقر وأبوظبي في طريق تقارب بعد أن حدث تباعد لعدة سنوات لم يتأثر فيها الجانب الاقتصادي كثيرا لكن سياسيا حدث خلاف واضح خلاف مسبباته عديدة وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم قد يكون لها دور في الوصول إلى هذا المستوى العالي من إعادة ترتيب أولويات البلدين خصوصا مع تغير استراتيجي في رؤية واشنط للعالم وما حدث بالمنطقة العربية ومحيطها من تطورات المسار الجديد للعلاقات كما عبرت عنه الدولتان يبدي تجاوزا وتجاوبا للجانب السياسي ليطغى الجانب الاقتصادي على لقاء أردوغان بمحمد بن زايد حيث جلس على طاولة توقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات الطاقة واستثمارات التكنولوجيا والموانئ البحرية وغيرها ودفع الاستثمار إلى حدوده القصوى أكبر المتفائلين لم يكن يضع سيناريو عودة العلاقات بين تركيا والإمارات إلى حالتها قبل القطيعة لكن تصنع المصالح وتغير التوازنات ما لا تصنعه الدبلوماسية والوساطات الدولية فهل هذا المسار الجديد من التقارب ينهي شبح الصراع على قيادة المنطقة؟ عاكست أسعار النفط أهداف تحرك الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لخفضها مسجلة ارتفاعا قياسيا لتصل أعلى مستوى لها في أسبوع توجه فاقم من أزمة أسعار البنزيل الأمريكية المرتفعة بتحولها إلى كابوس يؤرق إدارة بايدن ويخلط أوراقه تحسبا للتجديد النصفي لأعضاء الكونغرس ما كان وعيدا وتهديدا بات فعلا وحقيقة مستهلك النفط يدشنون حربهم ضد تحالف أوبيك بلاس بضخ مزيد من الخام في السوق باللجوء إلى استغلال احتياطاتهم الاستراتيجية في خطوة نادرة ومنسقة قررت الولايات المتحدة الأمريكية سحب خمسين مليون برميل من مخزوناتها النفطية تتضمن الإفراج عن اثنين وثلاثين مليون برميل من كميات إضافية من المخازن الأربعة لأكبر اقتصاد في العالم مع التعجيل في تنفيذ خطة سابقة تشمل سحب ثمانية عشر مليون برميل أخرى الإجراءات التي اتخذناها لن تساعد في حل أزمة أسعار النفط بشكل فوري لكن لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر حتى تتراجع الأسعار من تلقاء نفسها التحرك العالمي المنسق بشأن الاحتياطات النفطية سيساعد في التعامل مع نقص المعروض بريطانيا لم تنتظر طويلا لتكشف عن خطة مماثلة بالسماح للشركات النفطية الإفراج طوعا عن كميات تعادل مليون ونصف المليون برميل من مخزوناتها الاستراتيجية في حين وافقت الهند على ضخ خمسة ملايين برميل من نفطها الموجه لحالات الطوارئ رغم إعلان نيو ديلهي في وقت سابق رفضها لخطوة البيت الأبيض ارتفاع أسعار النفط يمثل مشكلة في جمع أنحاء العالم من غير المقبول أن تحدث شركة النفط اختلافا بين أسعار البيع بالجملة والتجزئة على ذاك النحو قررت الحكومة اليابانية تنظيم بيع كميات من النفط ستسحب من الاحتياطي الاستراتيجي دون الإعلان عن حجم الكميات المعنية بالعملية وآجالها في وقت تتجه جميع الأنظار نحو ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم لمعرفة المساهمة الصينية في التحرك الأمريكي المنسق ضمن توافق اقتصادي نادر على محور واشنطن بكين في ذروة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم اقتصاديا دائما أطلقت سونطراك الجزائرية خطة شاملة تستهدف توطين صفقات المناولة الصناعية والخدمة محاليا في خطوة للتقليص تحويل العملة الصعبة واللجوء للأجانب خطة تطمح عبرها المجموعة النفطية العملاقة لتوجيه نحو ثلاثين في المئة كحد أدنى من عقودها لشركات جزائرية بين أجنحة الطبعة السادسة للمناولة الصناعية فضلت سونطراكا تحضر بأكبر جنح في فعالية التظاهر في خيار يعكس بوادر استراتيجية المجموعة الطاقوية العملاقة في توطين خدمة المناولة محليا بمنحي حصة معتبرة من صفقاتها لشركة الجزائرية سونطراك من مهامها الأولى أو أهدافها الأولى هو إنعاش الاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية الاقتصادية فلهذا شاركت في هذا الجست 21 وحضرت بقوة بكل الإطارات تحت سونطراك هنا وحتى تساعد في سياسة ترقية ترقية المحتوى المحلي الوطني وهذه الاستراتيجية الجديدة لسونطراك لترقية المحتوى المحلي محاولة من سونطراك حتى ترشيد التكلفة وإعطاء دفع للشركات الجزائرية الوطنية والشركات الناشئة وتطمح المجموعة عبر استراتيجيتها الجديدة لوضع 30% كحد أدنى من نشاطها في المناولة تحت تصرف شركة المحلية مصار بدأته المجموعة بمنحها زيادة من ألفي سفقة بقيمة تتجاوز ثلاثة ملاير دولار منذ 2020 والهدف تقليل استكاليف اللجوء للخبرة الأجنبية سونطراك الآن أنشأت برنامج وهذا البرنامج وهذا البرنامج هو برنامج يقوم بتحفيز الشركات المحلية بحيث أن هذا التوجه يمكننا للشركات المناولة المحلية أن تساعد سونطراك على تخفيض كلفتها من العملة الصعبة وتحكم في التكنولوجيا وتشكل عقود المناولة الخدماتية في شتى مجالات النشط نحو ثلاثة عشر مليار دولار سنويا من نفقات التسيير لأكبر مؤسسة اقتصادية في إفريقيا تكلفة باهظة ترغب مجموعة سونطراك لتحويلها كعائدة في حصلة الشركة المحلية عبر بوابة المناولة الصناعية والخدماتية فلكيا أطلقت وكالة ناز الفضائية كوكبا اصطناعيا لمواجهة الأخطار المحتملة لسقوط كواكب على سطح الأرض واختبار قدرة التكنولوجيا الحديثة على تغير مساره أو إبعاده في آخر تجاربها الفضائية أطلقت وكالة ناز اليوم كوكب دارة الاصطناع لحماية الأرض من أي خطر محتمل لسقوط أجسام كبيرة أو كواكب على سطح الأرض الكوكب سيستطم عمدا بكويكب آخر لمعرفة آثار التصادم ومدى تأثيره على الأرض إطلاق ناز الجديد يأتي اختبارا للتكنولوجيا التي يمكن أن تستعمل يوما ما في إبعاد كوكب أو تغيير مساره إذا كان يشكل خطرا على الأرض وأطلق سيرخ فالكونتس الذي يحمل مركبة دارة الفضائية في حدود السادسة وعشرين دقيقة صباحا من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا ويسير بسرعة خمسة وعشرين كيلومتر في الساعة وسيصطدم بكويكبي ديمورفوس الذي يبلغ قطره مائة وستين مترا شهر أكتوبر من العام القادم دون أن يخلف آثارا بحسب خبراء الوكالة الفضائية وسيحدث التصادم على بعد أحد عشر مليون كيلومتر على الأرض وهي أقرب نقطة يمكن أن يصل إليها تبلغ تكلفة كوكب دارت بثلاثمائة وثلاثين مليون دولار وهو الأول من نوعه فيما رجح العلماء أنه في حال استدام سخرة من الحطام الكوني بالأرض بحجم مئات الأمتار فسيحدث دمار شامل قد يصل إلى حد القطاء على قارة كاملة لذلك جاءت فكرة إطلاق كوكب لحماية الأرض وإيجاد حلول ممكنة لتجنب أي أخطار محتبرة لكواكب فضائية مهددة بالسقوط فوق سطح المعمور في هذا الخصوص أكد الخبير في علوم الفضاء الدكتور أحمد الفاضل أن المهمة غير مضمونة النتائج بسبب عدم المعرفة العلمية حول التفاعل الفلكي لهذه التجربة ناسا ستقوم بإطلاق هذه المركبة الفضائية التي ستحاول من خلالها عبر استهداف القمر هو حقيقة يوجد يعني الكوكب والقمر متاعه فناسا ستضرب القمر متاع الكوكب يعني هو كوكب مزدوج نسموه يعني في حجر كبير يدور حوله حجر صغير فناسا راح تضرب الحجر الصغير في محاولة لتغيير الإكليبريوم يعني التوازن متاع النظام المزدوج وهذا الهدف منه هو محاولة تغيير مسار الكوكب المزدوج هذي فأكيد المهمة هذه ليش مضمون لأنه ما نعرفوش المكونات متاع الكوكب هذي فما نعرفوش كيف راح يكون التفاعل مع الاستدام بين القمر الصناعي والمسبار والكوكب وما نعرفوش النتاج حقا يمكن تكون النتاج مذهلة أنه نتمكنه من تغيير مسار الكوكب ويمكنك تكون مهمة فاشلة لو تكون في نوع معين من المواد فما يتغيير مسار الكوكب وله هنا تولي في مشكلة لأنه ما يكونش عنا حتى دفاع ضد الخطر بتاع الكوكب فهذا وإنت تكون مهمة هذه ختاما وفي شأنية الثقافي أحيات الفرقة والموسيقية الدهي على مصرح إكسبو دبي 2020 حفلا موسيقيا يمزج بين طابع الفلامينكو والشعبي والديوان أمام جمهور غفير استمتع بمزيج من الأغاني الأصيلة بشكل عصري ويندرج هذا الحفل الذي نظمته الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بالشركة مع جناح الجزائر بدبي في إطار مشاركة الجزائر في هذا الحدث المتواصل إلى غاية 31 مارس المقبل بالإمارات العربية المتحدة حفل فرقة الدايا الجزائرية دام قرابة الساعتين أدت فيه الفرقة أكثر من عشرة مقاطع موسيقية تمزج بين العديد من الطوابع الموسيقية على غرار الديوان الشعبي الصنب والصلصة حيث استمتع الفضور بكل لحظة من هذا الحفل الذي أعطى شعورا بالحميمية والألفة وشهدت الأمسية الموسيقية تفاعلا كبيرا بين فرقة الداي والجمهور الجزائري الذي ردد في انسجام كلمات الأغاني مع عناصر الفرقة التي أنشئت سنة 2009 عاقب لقاء بين مجموعة من الشباب المنحدرين من حي حسينداي بالجزائر العاصمة تقدم الفرقة مزيجا من الطبوع الموسيقية محافظة بذلك على التراث الموسيقي الجزائري تشتهر الموسيقى الجزائرية بتفاعلها مع الثقافات الأخرى وبشكل خاص الثقافتين الغربية والشرقية ما يجعلها قريبة ومحببة إلى مختلف الجنسيات ليبقى هذا الحدث العالمي بوابة لاستقطاب الزوار إلى الجزائر الغنية بإرثها الثقافي والتاريخي العريق نهاية النشرة شكرا لكم في أمان الله اشتركوا في القناة